سلام الله عليكم أعزائي السلامين سنة ثانية ومتوسط أهلا وسهلا بكم معي من جديد أعزائي متابعي القناة الجدد أهلا وسهلا بكم مع إخوتي شرفتوني ونورتوني ما تنساشون فضلكم دعم القناة بالضغط على زل الاشتراك وكذلك تفعيل الجرس حتى يصلكم جديدة دروس بإذن الله اليوم أحبتي وبإذن الله وحين نبدأ سلسلة المراجعة الخاصة بالاختبار الأخير وأغلبية السلامين هم يطالبوا بفديوات المراجعة دانك اليوم بإذن الله رحين نشوفوا يعني كيفية كتابة ذكريات الطفولة أو رد جي ان سوفنير دان فانس هاد الموضوع يعني كنا شفناه في الوحدة الخاصة التي كان اسمها لوتو بيوغرافي لوتو بيوغرافي هي لما شخص يكتب ذكرياته أو ذكريات طفولته أو يعني أحداث كان عاشها في الماضي هاد الوتو بيوغرافي يعني عندها مراحل وعندها عناصر أساسية لازم عليكم تتبعوها حتى تكون الكتابة تعكم صحيحة وجيدة هاد العناصر أو المراحل حاولت أني للخصهم يعني على حسب طريقتي يعني كما تعودتوا معي بطريقة الملخصات هاد الملخصة رح يعاونكم بزاف فقط نتبهوا جيدا معايا دانك قبل ما نبدأو يعني نكتبو هاد لسوفنير دان فانس لازم عليكم تحددو واشن هو لإفنمان يعني لإفنمان كي تمركي الحدث الذي بقي مؤثرا فيك هذا هو يعني نجابو على السؤال يعني ماذا ماذا وقع في هاد لزيفنمان عندنا دز اكزمبل عندنا بار اكزمبل يعني نجاح نجاح في امتحان أو نجاح في مسابقة ووالا ام فات دانيفرسار أو دمارياج يعني حفلة عيد ميلاد أو حفلة زفاف أو زواج كذلك البخوميار جورني على إيقال اليوم الأول في المدرسة يعني هادو كذلك رح نبقى ونا دكريات ان فياج سافر ان سورتي او خرجة او خرجة مع الاسدقاء ان انسيط يعني اي حادث وقع لك ان باتيز يعني شيء حماقة يعني قمنا بها ونحن أطفال كذلك او ركومبانس يعني مكافأة او جائزة كنت تحصلت عليها كذلك عندنا من اللي سوف نغهادو عندنا بار اكزمبل ان مالادي لا مغضو كلكم يعني هادو رهم مواضيع مقترحة للذكريات يعني اول شيء لازم عليكم تتحضروه هو انكم تتذكروا هاد الحادث بعد ذلك كي ما عليكم تشوفوا معايا لما يعني توجدوا الحادث ساكم لدينا كن وو يعني الزمان والمكان زمان وقوع هاد الحادث او هاد الذكريات ومكان وقوعها هادو العناصر احبتي رهي مهمة جدا يعني في كتابة الوضعية عندنا زمان كي ما عليكم تلاحظوا عندنا بار اكزمبل أماتن دات السابح أو أمجور ce jour-là أل سوار جوه سنكاً يعني عندنا مكان عمري خمس سنوات إليا لانتان سيتي إل لفر يعني المهمة تتخير زمان وقوع هاد الحادث او لها ال مكان par exemple عندنا دان زمان في الربع اا لامزان في المنزل اال اكوال في المدرسا sur la plage على شات البحر en colonie de vacances يعني في مخيمات العطل الصيفية يعني بعدما توجدو هاد العناصر الثلاثة اللي هو قوى عندنا قوى قم اي او هادو هما العناصر الاساسية بعد ذلك يعني لما عندنا دي critère دريوسيت شوفوا معي عندنا امployي لبنان ج لازم عليكم دائمان ستعملوا الثامير ج لانو انتو مهما يعني الكاتب وفي نفس الوقت الشخص الذي عاشا الثقريات كذلك امployي هم verب دي سوينير او بخيزان دي لندكاتي يعني لازم عليكم ستعملوا الافعال اللاتين ستعملوا ها لسرد الثقريات باركسنبل سوينير سرابل رووار يعني وهاد الافعال كنا صرفناهم في الدروس السابقة انتبهوا جيدا خاصة لازم عليكم تحتعملوا الترتيب الزامني يعني الترتيب الاحدار كذلك الافعال لازم عليكم تعرفوا تصرفوهم يعني في البخيزان لما يكون الكاتب يحكي وهو شخص بالغ وكذلك نصرفوهم في البخيزان لما يكون يعبر على حاسيسو كذلك الافعال نصرفوهم في زمينة الماضي بخيزان لنصرفو وكذلك الامبرفئ الامبرفئ راح نستعمله لما يكونوا نصفو في الاحداث او في الاماكن او في الشخصيات اما زمن الامبرفئ والوكذلك سوطر وقع في الماضي وانتهى في مدة قسيرة. يعني وهنا رحي نوضح لكم نموذج. يعني فقط باش يعني نوري لكم هاد العناصر الكامل كيف توضفوهم. لاحظوا معي هنا هاد النموذج كي ما راكم تشوفو. لازم عليكم كذلك تحترموا يعني كيفية كتابة النص. لازم عليكم ديروا المقدمة العرضة والخاسمة. المقدمة وش رح نتكلم فيها اللي هي الانتروجيون. يعني كينا عبارة كي ما راكم تلاحظون اللي راهم مسطرة باللون الاحمر. حتى اللي هنا. هاد العبارة لازم دي ما تكتبوها يعني تحفظوها وكل مرة توضفوها. هادي هي اللي تبين باللي راكم تحكيوه على انسوفنير دون فانس. يعني كو ما ديروش هاد العبارة في الاول مش رح تتحسب عليكم باللي اه انسوفنير دون فانس. والا العبارة هي سوفنير اي رستي غاف دو ما ميموار. جمان سوفين كم سي سي تير. هاد الدكرة بقيت راسخة في ذاكرتي. واتذكروا كأنه البالحة. والا يعني هاد العبارة كينا بدو بها الوضعية الادماجية تعنا يعني اللي يقراها راح يعرف باللي راح نحكيوه على انسوفنير دون فانس. والا نتابهوا جيدا. هادي اللي هم سطرة باللون الاحمر لازم عليكم تحفظوها وفي كل مرة تحفظو تكتبوها. دونك بعد ما درنا هاد المقدمة راح ندكروا الزمان. لجوغ. والا يعني اه لجوغ او جسوي زالي او بخومناد على فوري عاوك مو بير. اليوم الذي ذهبت فيه في نزهة للغابة مع ابي. احنا اه الزمان هو لجوغ. المكان على فوري. دونك احنا في المقدمة اذكرنا هاد العبارة الافتساحية. اذكرنا الزمان وكدلك المكان. ولا يعني هاد المقدمة هتكون جيدة جزا. اه لدينا في العرض. راح نبدأ وندكروا الاحداث. يعني الحادث الذي وقع في الماضي. لنجمع في الشامبينيون يعني او معه وعندما شعرتوا بالجوع تذوقت واحد. يعني هادو هما الاحداث اللي وقعوووووو في الماضي. لنجمع في الشامبيون بعد حسب الجوع تذوق حبا من هاداك الشمبيون. والا. دو رتور جي كممسي عاوغ مال وفى طريق العودة وعند عودتنا شعر سو بألم في بطني. كذلك اللي احنا جي كممسي عاوغ مال وفى هادا كذلك حدث مهم. لسوار انا لومي كوشي ما مير ما فى بوار نتزان وفى الليل عندما كنتوا داهبا للنوم. امي اه عملت لي او حذرت لي اه كأسا من الاعشاب اللي هي اه التزان. جسوي زالي على الهوبيتال. ليدوكتور ديز كجي مانجي كالكشوز كي ما دوني اون تكسيكاسيان. يعني اه وفى ذلك المساء ذهب الى المستشفى او ذهبت الى المستشفى. الاطباء اه قالوا باني اكلتوا شيئا ما سببالي تسامو. كذلك جسوي زالي على الهوبيتال وحدث مهم. دونك يعني كماركوم تلاحضوا هادو هما الى الاحداث التي وقعت. وكنا يعني كسبناها في عرض هاد القصة. او هاد يعني هاد الوضعية. منتنان جسي على الاني احتياجي بلو دو شامبينيو سوفاج. الان اعلم ان في المستقبل لن اكل ابدا الفطر البري. يعني هنا في الخاتس مع الفن رايحين نعبر على احساس او شعور اللي عنا نحس فيه في الوقت الحالي. يعني متنون يعني حاليا انا اعلم انه مستقبلا لن اكل الفطر البري. وهنا راح نوضفو دائما في الخاتمة ما راح نوضفو لبخيزن برانديكاتيف بخلاف العرض اللي نوضفو فيه لطن جو باسل. سمنا تكونوا فهمتوني. فقط لازم عليكم كما اذكرت لكم في الاول ديروا المقدمة. يعني المقدمة لازم تكون فيها العبارة اللي اذكرناها في الاول. بعد ذلك العرض راح نتذكروا الاحداث. والخاتمة راح نتذكروا فيها يعني ردة الفعل الاحساس والمشاعر. يعني جسبرك تكونوا فهمتوا معي. يعني كما شفتوا لما تعتمدوا طريقة الملخصات راح تكون الامور واضحة وتكون سهلة عليكم. نتمنى يعني تكونوا فهمتوني جيدا ويكون هاد الشرح واضح. اي سؤال خليوني في التعليقات راح نجاوبكم باذن الله. اترككم في رعاية الله وحفظه وسلام الله عليكم. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة